الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنب الطعود يا رئيس هذه الحفلة الثقوفية الإسلامية المباركة الميمونة والبضاة الماهرون والمستمعون الأعزاء أرحبكم ترحبا حارا وأهنيكم تهنية مباركة وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام كنت أمامكم لأن ألقيا كلمة مهمة حول موضوع الكفر بالطعود وبتوفيق الله سأبين كلماتي حسب استطاعي إن شاء الله تعريف الطعود لغة من التغياني وهو تجاوز الحد شرعات ما تجاوز بالحقد وحده من معبود أو مقبوء أو مطاع وجوب الكفر بالطعود أول ما افترض الله على ابن آدم الكفر بالطعود والإيمان بالله والدلل الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَمَنْ عَادَ النَّاسَ وَمَنْ عَادَ النَّاسَ وَمَنْ دَعَ النَّاسَ وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إلى عبادة نفسه وَمَنْ ادَّعَ شَيْئًا من عِلْمِ الْغَيْبِ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَخِيرًا أَكُولُ لَكُمْ إِنَّ هَذَا الْمَوْضُوعَ ضَرُرِيٌ وَمُهِمٌ جِدًّا فِي حَيَاتِنَا الْإِسْلَامِيَةِ فَعَلَيْنَا أَنَّهْتَمَقْ وَنَعْمَلَ بِهِ فِي أَسْرَيْ وَقُتٍ مُمْكِنْ وَأَخِدَّوَانَا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللَّهُ وَاللَّهِ